واحدة من الحاجات العظيمة في كأس الأمم الأفريقية وبنقرر ده تقريبا كل يوم من بعد كأس الأمم الأفريقية هو مستوى التحكيم المصري اللي ظهر في كأس الأمم الأفريقية معايا عبرزوم الآن البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية يا فندم مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر شكرا شكرا كريم بالتأكيد إشادات بالجملة دائما وأبدا على مستوى التحكيم المصري في كأس الأمم الأفريقية وكأنها مكافأة لك واللجنة الحكام المصرية على ما قدمتوه خلال الفترة الماضية رأيك إيه فيما قدم من مستوى في هذه البطولة؟ نحن عندنا أراء مختلفة عندنا سبع متقدمين كانوا مقدمين أداء رائع جدا بغض النظر عن أراء الجمهور المصري لكن أنا بالنسبة لي هما قدموا ومازالوا بيقدموا طريقة محترمة جدا في التحكيم كفاية عندي أن حوالي 80% من الناس شايفة أن فيه تغيير كبير طبعا يعني مهما إحنا هنعمل أو مهما حد بيعمل مش بيرادي الجميع مش بيرادي الجميع هكلم معك بصراحة شديدة بعض خبراء التحكيم أو بعض المنتميين للتحكيم المصري معتزلين في الفترات الماضية قالوا أنه ما قدم من الحكام المصريين في هذه البطولة أداء فردي منهم ومجهود فردي منهم وليس للجنة الحكام أي دور في هذا الأداء الجيد اللي قدموه في هذه البطولة ردك إيه على هذا الأمر؟ بص كريم خلينا نتفق أني أنا هتكلم عن مصيرتي أنا الخاصة أنا كنت في الشامبيون بتاعة أوروبا وكنت موجود في اتنين كاس عالم وجودي في البطولات دي كان ليه تأثير عالمي وبالفعل عشان كده اتعامل لي كتاب باسمي وده الكتاب أنا بظهره دلوقتي معاك يمكن أول مرة في حياتي أن أنا أظهره على عبر الشاشة الدرس الكتاب الدرس كتاب أثر كتير على حكام العالم وعشان كده أنا أراء الناس أو أراء الجمهور أو أراء اللي بيتقال النهاردة وطبعا أنت فاهم أنا بقول إيه ده مش هيفرق معاك كتير لو أنا ما كنتش مؤثر عمري ما كنت هبقى في المنصب اللي أنا فيه دلوقتي وعمري ما أنت كنت هتكلمني في أول مدخلة كانت ما بيننا وكنت هتشكرني على الأداء بتاع الحكام ولكن طبعا في كل بطولات بيبقى فيه المنتقد وفيه اللي مبسوط وفيه اللي مرضي باللي بيحصل وطبعا إحنا بنتعامل مع جميع الأعمار وجميع التفكير وطبعا كل واحد ليه تفكيره أنا بحضره مكويس جدا بس خليني أقول لك حاجة لو إحنا سألنا مثلا لو كلمت مشهور أو كابتن عادل لو كلمت مع الاثنين دول هما هيقولولك كويس جدا المجهود اللي أنا عملته طبعا هما عارفين يعني كويس جدا قد إيه المجهود اللي أنا عملته ومش محتاج أن أنا أفضل أشرحه سواء دلوقتي أو سواء في أي انترفيو تاني هيحصل معايا المهم بالنسبة لي إن أنا عارف أنا اشتغلت إزاي